بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه السلام أجمعين وعلى كل الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأجل التسليم أهلا بكم حلقة 2 3 4 تقريبا فاتوا بدأنا نتكلم شوية على كنا عايزين نبرق البرستاتة من التهم اللي كانت موجهة إليها حاولت ورغم أني أنا حاسس أني ما زلت أديكم أمل فتحت لكم طريق أو قنامة نتكلم وتقول لي ما زلت بتقول لي أن أنا عندي برستاتة ما زلت بتقول لي أني ما بحدش بيقول لي عندي ألام في البول ما حدش بيقول لي عندي ألام في الحوض ما حدش بيقول لي أي حاجة كل اللي بيقول لي عندي حتى كبير أو صغير مازال أول ما يخش على العياد أول ما يكلمني تسفين حتى لو تبعكم أنا عندي برستاتة البرستاتة تعباني مش عارف رجعت ان في حد كلمني من يومين وقال لي انت بتقول لي فيه احتقان في الحوض بس الدواء اللي مكتوب مكتوب انه هو الاحتقان البروستاتا او المشاكل البروستاتا واحنا قلنا ان من مشكلة اللي بيكتبه على الدواء لما بيكتب مسكن هو اساسا كلمة مسكن ظلمت الدواء لانه هو اساسا مضاد للتعبات لما كلمة مسكن ظلمته خلت ناس كتير جدا ممكن تسيب الدواء ده ومتاخدوش رعب من كلمة مسكن عكلي على الكبد على على الادمان زي ما بيقولوا ان انا قدم المسكنات خايف على نفسه لكن في ده في الوقت طبيب اي طبيب يعني مش اقول ان طبعا من الطباء العظام اللي بيحطي مثلا تلات ا اربع اصناف من نفس المسميات جنب بعض ومن احنا اول حاجة تعلمناها في كل الطب وفي علم الادواء انه من الافضل ان احنا مكتبش اتنين مضادات التعبات مع بعض بيتنافسوا جوه الدم ايهما يوصل ما يوصلوش الاثنين او بيوصلوا ضعف يعني من حاجات الاليف به لكن رغم كده لو كلمت عن مشاكل الحوض وقلام الحوض وقلام الكليا وقلام المثالك عموما اساسي فيها هو مضاد الالتهاب اللي هو مش مضاد حيوي ولازم نفس المبين مضاد الالتهاب ومضاد حيوي مضاد الالتهاب ده حاجة بعيد خالص يعني اي حاجة بتحتقن اي حاجة بتوجعك اي حاجة صداع صداع في رجلك صداع في الحوض صداع في دماغك كل ده اسمه التهاب غير صديدي اللاسعة زي ما قولنا التهاب غير صديدي التهاب زي ما تقول حمار العين التهاب غير صديدي لكن لما يبقى في صديد مختلف ده بقى لعبة المضادات الحيوية في وجود الصديد ويمكن من مشاكلنا كمجتمع مصر كأطباء مصريين كأطباء مصريين يعني ما زلنا رقم واحد بيكتف البطل في رجيتة هو المضاد الحيوي الظلم مضاد الالتهاب الظلم كذلك علاج البروستاتا كتب علاج الحوض عموما واحتقان الحوض كتب عليه البروستاتا شاب مكتوب له العيلة دي أنا عندي بروستاتا ويفضل حاطت شاي الهم أنا عندي بروستاتا يا جماعة ده احتقان الحوض واتمنى ان تيجي فرصة لشركات تعيد حسابات لشركات الدواء اللي بتكتب بالعربي انها تبدأ تكتب انه الاحتقان الحوض مش فكرة احتقان مشاكل بروستاتا بقى كأنهم هم عايزين نعملوا ده اكتر للدواء فبيرعبوا الناس اكتر قلنا ان احنا عايزين نبرا البروستاتا وحاولنا بس مش عارف اعتقد ان انا لحد الوقتي ما نجاح يعني ايه نسبة نجاح في الموضوع ده بسيطة جدا ان انا قدرت ان انا اخلي بروستاتا بريئة في النص كده وانها بريئة من كل الكلام اللي بتقال عليها هي احسن من كده شوية هي مجنع عليها بمشاكل الاتفاقنا اي قلق في العلاقة الزوجية رد فعلها على البروستاتا اي ما اي قلق في كابت جنسي عند الشباب عند الكبار عند اي حد رد فعله على البروستاتا على الحوض كله على فكرة على البروستاتا والخاصيطين وعلى الحوض وعلى عضلة البروزة ما هتكلم شوية انها لما بتعمل احتقام بتعمل احتقام في الكل تسمع في الخاصية وكل يفتكر دوالي وهي ممكن تكون دوالي بسيطة وبدأت تنبح أو تصدع أو ألم أوي ويتم ان احنا كلنا نجرؤ على الدوالي وننسى ان كل الموضوع موضوع احتقان وكلمة احتقان يعني دم زيادة يعني العروق هتحتقن أكتر زي يعنيك لما بتحمر احتقان في الحوض الاحتقان كلمة احتقان يعني دم زيادة افرازات زيادة او ممكن اقول العضلة بتاعت البولوة خاصة عند الستات بتبقى هقول عليها انها تبقى مبلولة شوية فبتبقى ضعيفة شوية مع الاحتقام ممكن تفوت شوية نقطة البول شوية تزيد شوية ممكن اذا لما يحصل سلس بول او نقطة بسيطة في البول ما تخضش في الاول انا ممكن اشيل الاحتقان عند رجالة بنفس الطريقة الاحتقان في منطقة الحوض ويخش على على منطقة التحكم ان كان عند مرور مجرى بول في البرستاتة وعنق المسانة لو حصل احتقان ابقى التحكم ها شوية لحد ما تشيل الاحتقان بعلاج الاحتقان ان كانه علاج احتقان بحوض وبرستاتة او مضد التهاب مضد التهاب مش مضد حيث يبقى فكرة لما نقف بقى تعدنا شوية فكرة الكلام على البرستاتة وعلى انها بريئة من تدخلها في موضوع المشاكل الانجاب عموما بريئة من مشاكل الجنس بل بالعكس كل مشاكل علاقة زوجية هي لتعود على البرستاتة البرستاتة ما تدخلش وبتبقى دائرة مغلاقة عموما لو حصل احتقان او حصل اي رتبك في العلاقة الزوجية او في الجنس عموما حتى لو مجرد النظر وكبت عند العزاب بدأ يحصل احتقان الاحتقان يداء الجنس وجنس يداء الاحتقان وتبدأ دخل في دائرة نقطع الدائرة ازاي نشيل الاحتقان او بعد كده نزبط العلاقة الزوجية عموما او نبدأ نقول للشباب خف شوية من ناحية التركيز والنظر وكما تقول الحوض عموما عند الرجل عند الست عند الاطفال الجديد بقى فكرة ايه الام الاول ما بيبقى فيه اي زكر عموما او شاب راجل او حتى لو حد فوق ال 50-60 حصل مشكلة في الام في الحوض مشكلة في الحوض تحليل بول مهم السونار مهم هي كده بيديني صورة بيرة عن الموضوع جنب الفحص طبعا عند السيدات ياريت ما بدأش بتحليل البول لان احنا زي ما تعودنا ان البول عند الستات العادي بيبقى كارف معظم الوقت يبقى كارف لانه واخد واخد مسحة من المهبة اللي هو خارج معظم الوقت وقلت ان احنا لما تعلمنا تحليل البول قبل كده زمان لازم عقب المكان واخد البول من جوة بأسطارة احنا بنعملش كده اضعى في الايمان ممكن انضف المكان بمطاهر مرة واثنين بعد كده وراه المية على طول وراه اخرج البول يبقى انا بنسبة كبيرة استبعدت الكرفة الخارجية بتاعة الجهازة النسولية يبقى البول اللي طالع ده يبقى جاي من جوة بنسبة كبيرة واخد مشاكل الداخل مش بعد دورة شهرية مثلا وفيه أثر كرات دم يبقى كرات دم ما لقى الستة جاي تقول لي كل اللي شافوا التحيل قالوا اشتباه حصوى لأ تفرق لو كان اي ذكر ولد شاب فوق مرحلة الشباب وفيه كرات دم اه بنحط احتمال حصوى الستة لا الستة سهل جدا 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 يبقى اللي بقول واخد المسحة الخارجية ويبقى الامور كبري جدا واخد شكل صديد خارجي ويبقى يقالك لا نعمل مزارع ونعمل وناخد علاج ومضاداته 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 ووصل الامر لمساحات خارجية لمجرى البول ومزارع خارجية والمريض ما بيخفش ليه لان احنا عالجنا السطح من برا او الكرفة الخارجية ما عالجناش البول اصلا ايه كل المشكلة كان احتقان الزبط الاعتقان الزبط العضلة الزبط البول بقى البول ما يكويش وديت امثلة كتيرة بالشكل ده لو انت عندك اي احتقان في زورك عند السيدات ياريت ياريت الكلام ده لما بتقوله للست او للأسرة اللي داخل عليك تقولك طب انا زنب ايه مع الدكتور اللي طلب الغريبة ده انا اعود مع الدكاترة كلهم بيعترفوا بلا انا بقولوا خمس دقايق تخش على الدكتور مريضة اول حاجة بتقوله بلا تحليل بول ومزرعة يعني ايه تحليل بول ومزرعة طب اولا فكرة تحليل بول للسيدات مش مقبول مزرعة على طول مش مقبول ومش مقبول لان انا عملت مزرعة تحليل بول مبني على باطل الحاجة المهمة التانية ان انا فكرة المزرعة لما قلنا نعمل مزرعة لو فشل العلاج مرة واثنين قلنا كل دكتور في تخصصه رمض انفق ازم مسالك عظام نسا اي دكتور في تخصصه عارف معظم الميكروبات اللي عنده وعارف يتعامل معها ازاي فشل اسبوع واثنين وفشل الاستجابة ممكن يتلو مزرعة لكن يعني كتير جدا تحليل بولو مزرعة من الاول وكتير جدا بلاقي المزرعة على ما فيش صديد تقريبا اتعاملت على الهوى على فكرة الكلام ده اكتر مزارع بيجيلي بيجيلي مزرعة وما فيش صديد في تحليل الافضع اني بلاقي المريض جاي من عندنا يعني طبيب ومكتوب له مضادة حيوي اساسي في العلاج والتحليل ما فيش صديد خالص واحد اتنين تلاتة اربعة الكلام اللي احنا بنقبله كل ده لا ورقم واحد مضادة حيوي لا الامور في الحوض مش كده خالص والامور في الحوض مش يلتهاب صديدي معظمها مش يلتهاب صديدي معظمها التهاب غير صديدي ويبقى رقم واحد فيها المضادات للتهابات مش المضادات الحيوية الجديد بالنسبة لنا اللي بيقابلني كتير هو الام الحوض عند الاطفال وعند الفتيان اللي هم من اول 11 13 14 مرحلة البلوغ وهو داخل على البلوغ او بدلة البلوغ ليه الناس مش ميصدقها ان الطفل ممكن يجيله احتقام في الحوض زي ما بيجيله في زوره يعني ايه في سفا ليه بقبل ان الطفل يجيله احتقام في زوره وما بقبلش نجيله احتقام في الحوض تحيي البول وموجات صوتية وكشف زي الفل ليه مضاد التهاب فقط جرعة فقط يوم ببساطة رجلتها كلها عبارة عن مضاد التهاب مرة او مرتين حسب حالة الانب وطفل بقى زي الفل يعني هو ايه الموضوع هو ليه كبيرة هو ليه صعب على الاطفال ان يجيلهم ويجي يشتكي من الانب في الحوض ويشتكي من يبدأ هو طبعا مش عارف يعبر زي الكبار وليه برضو بداية البلوغ ما يبدأش بقى الصداع في الجهاز التناسولي صداع صداع في الخاصية صداع في الحوض يعني بشبهه اني الخاصية بدأت تكبر والعضاء التناسولية بدأت تكبر شوي فبدأت زي ما قوله تخرج من زي كانت مثلا تكون تطلع من البيضة تبدأ اللي خارجة من باطوخة فتسمع ليه ما يحصلش فيها ألم في المحاضة دي عادي جدا وما خافش منه مدام خدت كشفت ما لقيتش في مشكلة عملت تحليل بول ما فيش مشكلة سونار ما فيش مشكلة ليه ما يبقاش احتقان عند الفتيان في المرحلة دي وليه ما يبقاش دي من مراحل من علامات بداية البلوغ وإيه خلاص هياخد موضلة الهب جرعة يومية مش مسكن هو بقى مسكن وعلاج جرعة يومية حتى لو جرعة واحدة بيجي لي زال فل بعد كده يعني هو إيه الغريب في كده إيه الغريب إن أنا موضوع الحض أخذه في معظمه طبعا فيه مشاكل كتير ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم وبركاته زي كمك الحمد لله سامعك سامعك معاك سامعني معاك طيب حضرتك أنا عندي بنت عندها عندي بنت عندها عشر سنين ونص تمام بقالها حوالي أكتر من سنة كده سنة ونص ما بتتحكمش بالبراز البراز لكن البول كويس البول كويس البول لا البول ما في الشهاد ما بتبقلش على نفسها لليل ولا نهار ولا بتجرع البول ولا حاجة لا لا البول ما في الش مشكلة هي مشكلة كلها الوقت عندنا في البراز البراز كمية كبيرة ولا مجرد كميات صغيرة هو فيه دا كابرة هلونا دا اسمه ثلاث براز لا لا ما احترام أنا بسألك انت الكمية ذاتها كمية كبيرة ولا مجرد كميات صغيرة وبتعمل حمامها عادي لا هي فيه طبعا كميات كبيرة صبعا كميات صغيرة طب هو السؤال البسيط انت حضرتك لاحظتم ان فيه ديدان صغيرة اللي هي ديدان ده بصية لا لا ما لاحظتوش خلي بالك خلي بالك أنا ما سألتش عن التحليل واقولك ليه وطبعا ان كان اه هقولك ليه ما سألتش عن التحليل انا سألت على اينك شفت بعينك ديدان لا لا طب اوكي طب اسمعنا حضرتك اسمعنا حضرتك وهقولك كل حاجة عنهاية الاثنين كتير جدا في الشرق ومصر بيتعاملوا مع الشرج على انه مسالك بولية لكن هقول نصحتي رقم واحد الفكرة اللي بقوله عليها ان فكرة تحليل براز مش شرط يباهم فيه ديدان خلي بالكواب الكلام ده اللي تعليمناها اللي في الطب تحليل براز مش شرط لانه ممكن الكمية اللي نزل ما جمباش فيه ديدان وديدان جوه كتير لكن الكمية بسطة لنزل وضربنا امثلة كتير جدا انك لما بتاخد اي حاجة العمياني من اي وعاية جنبك سهل جدا ما تجيبش فيها حتى لو وعاية سمك سهل جدا ما تجيبش فيها يعني حتى لو فيها حبوب سهل جدا لما تتملأ اي وعاية من المكان الكبير اللي بجيب منه ممكن ما تجيبش اي حاجة فيها وتبقى فاضية فها مية بس او فاضية فاذا البراز اللي جاي مش لازم بقى فيه ديدان ومش شرط ان بقى فيه ديدان لكن من اكتر الحاجات المؤثرة على البنات وعلى الولاد برضو في نفس الموضوع هي فكرة الدودة الدبوسية واثارها على المكان الخارج وعادل الشرق ومن كتر ما بتعمل التهبات ما هي بتعمل التهبات من عضها في المكان ده بتبدأ تضع في المكان ويبدأ يفوت براز الحالات دي كتير جدا كنت بحولها على دكات الاطفال في اي مستشفى كانوا بيكبروا الأمر الأمر الابسط من كده هكامل ان شاء الله ألو ألو وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام تماما وعنده حرقان في المية تمام والدكتور راح لك عزا دكتور عنده كم سنة وعنده حرقان بيجي من عند الحط كده لما عنده من تحت كده زي ما انت بتتكلم حضرتك كده وبتقول الاحتقام بكاتر عدوله كده سنه كام سنه كام سنه 34 سنة متجوز نخلف تمام تمام طيب اوكي مش ممكن هو يكلمني طيب هو مش هنا في مصر والله طيب اوكي انا هقولك تعملي ايه عنها لتنين وتليفوني معاه وممكن نتابع مع بعض ربنا خليك ان شاء الله في فرصة ان احنا نقدمه ونتابعوا عنها لتنين تحتامر تعمال ربنا خليك تحتامر بس يمكن عشان اكمل كلام الحجة كلنا مش هنختلف في التشخيص وكلنا مش هنختلف في الاحتقام اي دكتور هيرايله ببسطة جدا اقول له احتقام وفي نص الرجيتة هيحط علاج اللي احتقان الحط اللي هو بتسمونه انته احتقان بروستاتا لكن دايما لما كن عايز تتوه اكله في فصة اكله حطها في فصة خمس خمس انواع ستة انواع زود الانواع كذلك لما بكون عايز اتوه دوا في النص احط في رجيتة كبيرة لكن لو عايز اخلي هو البطل احطه لوحده معاه نوعه كمان يبقى كفاية عليه قوي اداما يقول ممكن قلت الحلقة اللي فاتت الكلام ده ولا قبلها ان الرجيتة دي سبتة عندي ومش يعني ايه ما بستعيبهاش وما بتكسفش منها انها نوعين بصد جدا لا يتعد جنيهات علاج للاحتقان دوكزازوسين اتنين ميلي مثلا في السن ده او واحد ميلي مرتين دوكزازوسين وده اسم علمي مش اسم تجاري مثلا اقوم معه ديكروفناك خمسين او خمسة وعشرين مرة او مرتين بس رجيتة بصدة جدا لا مش هتضر مالهاش مضاعفات مالهاش مشاكل مش عليها اسبوع اتنين يعني لو عملنا استقصاء وبحث تقريبا اكتر من خمسة ونتعين في المية من الناس اللي انا شوفتوهم شباب كبار حتى لو كبار في السن يعني النهاردة انا شاف حد كذا وسبعين سنة البروستاتة حجمها يكبر جدا يمكن لما كان حد يكلمني وقالي 29 جرام لا انا اعتقد دي ميتين ونتعين جرام لكن البولت سالس وعنده الاحتقام بدايقه النوعين دول رجيتة ب 15-20 جنيه اللي عن جايزة الفول قلت له كرر بدل مرتين مرة ويمشي عليه قال لي كامل ما تكمل ايه المشكلة تكمل أسبوع واثنين وشهر واثنين ايه المشكلة اه 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 خذها وسبعين سنة والبول لسا سالس وجميل ايه المشكلة في كده انا اتدخل ليه وفي نفس الوقت العلاج جايب نتيجة معها كويس قوي يبقى اذا كلنا زي ما قالوا احتقان بس يشخصنا لكن هو انا ليه مش متجر اكتب نوع واحد زي ما بقول اني اه انا مش اتكلم عليها تخصص تاني احترام لنا وكلنا كأطباء لكن انا اتكلم على التخصص بتاعي هو انا ليه في احتقان الحوض ما اكتبش غير نوع مضادل تاب معانا ام محمد قالوا عالو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم معاك اتفضلي وليس يكتب ايوه اتفضلي عبداليك ستين سنة تمام بتعمل حمام بول كلا بتتحكمش بنفسيها عندها سكر لا ما عندهش اي علم بتاخد عليك ضغط اه بتاخد العالي الضغط اللي عالي بتاخد فيه حاجة بتاخد الصبح حاجة مدررة بول حاجة من الحاجات اللي بتقتر البول الصبح لا يبتاخد بس اه لكن طبعا البول مستمر معها 24 ساعة اه بس اكتبس لو قد الوقت تقول لي بعمل حمام رحيشي جزي كمية كبيرة لكن كمية ذاتها معظمها بينزل منها وهي مش حاسة ولا جزء والباقي في الحمام لا بتقول لي كله بينزل مش حاسة مخبر كله بلا نكس مبلولة كده كل مبلولة بل بعرف انا وقت حمام بتتحرك ولا قعدها بتتحرك ولا قعدها لا بتتحرك بديمتع رجلوها جسمها مليان ولا معقول شوية لا رفاية طيب اوكي سنة انتولي ستين صح كدا اه ستين طيب اوكي اتابع حضرتك ولو في حاجة تابعيني هم اخديني التليفون وتابعوني يا جماعة مفيش عشان نكمل الرسالة انا بقولها ياريت تتابعوا معايا بعد الحلقة على مدى اسبوع واثنين يعني انا ما بزه يعني حتى لو انا تعبان بحس ان استكمال ادم قبل تاجي واقول الكلام ده يبقى استكمال الكلام ده اكمل معاكم العلاج مفيش مشكلة ان شاء الله تابعينينا امو محمد او قولك المطوع برضو اليف بيت عليمان في كل الطب ان في السن ده بعد انقطعت الدورة بيبدأ هرمون الاستروجين يختفي او يقل في عدلة عدلة البرو بتضعفه من ضمن الحاجات المهمة جدا زمان كان فيه من ضمن الكريمات كان كريم استروجين بدأ يظهر دلوقتي حاجات بشكل ده اطعب بقالها فترة حتى راسي الاستروجين اللي كانت بعشرة ساعة وربع جنيه لحد من خمس ست سنين كل ده حاجات جميلة جدا يبقى هعليك ازا حاجة نعالج الاحتقان نعالج فطريات وبعدين ممكن نضيف اثيروجين على فكرة وندي حاجات تمسك العدلة حاجات بسطة جدا بالنسبة 90% الحالة هتصال الله صلاح الو هلو اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زكا دكتور الحمد لله أستاذ صلاح تحت أمرك انا عندي 72 سنة ربينا يديك الصحة يا رب وبش عندي البول بيقل فلت وصله للدكتور النهاردة حقيقي الدكتور النهاردة انا جاي من عنده النهاردة تمام فعمل لي عمل لي تحليلات على البوستاطة وعلى البتاع ديك وكتاب لي لبوش وكبسون البول عندي بيقل اللي كنت بقوم بالليل ما بقومش بالليل يعني انت اللي ألقك ان البول بيقل ولا حاجة تانية ألقك لا البول بيقل وعندي تقلي عندك تقلي في تخول الحمام تمام التقلي في الأول لكن بعد كده البول بيبدأ ينزل يسرس بشواء شوية شاعدتك كليتين فيهم تقلي كده الوقت ويحشبهم عملت وظائف كده ولا لا تحليل دم عملت النهاردة قالك فيها حاجة قال لي لا نظيفة قالك تحليل كويسة والبول كويس والتحليل ببساطة يطلع بقرة طيب انت فيه سكر قلنا مفيش لا فيه بغت بس خمسة تمام طيب أوكي هتبع حضرتك وأقولك وهتبعني إزاي حتى بتحليلك وأقولك تعمل يعني الاتنين حاجة صلى الله تحت أمرك إن شاء الله يعني طبعا ربنا تدريه ساعة ساعتين وسبعين وكلنا داخلين إحنا وجلنا اللي هيعيش فينا قربنا إحنا في الطابول وراه المرحلة دي بعد الستينات لا بل بدأت تبقى بعد الخمسينات وعايز أقول قبل كده كمان فكرة مشاكل الحوض ومشاكل البروستاتا ومجرى البول في الحتة دي السن الحكمه آه بس السن ممكن نتغلب عليه لو إحنا بدأنا ما نهملش موضوع علاقة الزوجية ده شيء لازم نكون إحنا مسلمين به لا يهمل موضوع علاقة الزوجية يمكن فيه أزواج كتر جدا زي ما قلنا قبل كده لو الزوجة موجودة ومسلا هو 72 وهي 62 بيبدأ هي تبدأ عشان نقص الرومون الاستروجين اللي قلنا عليه تبدأ هي كرفة الموضوع شوية وتبدأ هي مش فارق معها كثير وهي حاسة بالسن أكتر منه بيبدأ هو في السن ده عدم استقب النفس شوية وهزة وكلام ده وتبدأ الأمور يحصل الرغبة موجودة وما فيش تنفيذ يبدأ يزود لأنه المفروض مع السن مجرى البول الداخلي بيديها تضغط شوية بيشوية يبقى أجزل أورج لسه النهاردة كنت بكلم أحد الزمله وهو بيملينا أدوية عن لي أنا أنه سننا ما يخدش أدوية برد زي ما قلنا قبل كده لأنها بتضغط البول أكتر طيب مليما الشباب بياخدوا أدوية برد بس مجرى البول واسع كلنا بعد الستين مجرى البول داية أي متلكك متلكك للبرد كنا نقول ما يتعرضش البرد فوق الستين خليها فوق الخمسة وخمسين حتى لو فوق الخمسين ما يتعرضش ما يشربش ما ينفجأ كتير لا يعتش قوي ولا يشرب قوي ولا يتعرض لفكر جنسي بدون منافس لأنه بردوية هتقفلوا البول هنتكلم إن شاء الله معي ألو ألو سلام عليكم وعليكم السلام نعم أحسن يا دكتور أنا عنتي بنتي عشرين سنة ما بيقدرش يتحكم في المية خالص هي أنيسة آه طيب بليل ولا بالنهار على طول حتى ما بتشربش سون النهار لما دراسك كلية وكده لا لا طبعا طبعا أنا هقولها لك يعني يعني بيصراحوا كلام ده أنا قلتوا كتير لما يحصل بشكله ده عندها أنيسة بشكلها يبقى إحنا كدكاتة مسالك فشلنا لازم دورنا الأساسي إن نخلي بنتك تستمتع بوقتها وما تعيش في العذاب ده طيب هي تحليل سكر مفيش ألا مفيش مشاكل مفيش لأ مثل هي عندها ورنف الغدنخمية ورنف الغدنخمية طيب ورنف الغدنخمية ماشى مع الغدد ولا كده مزبطة مع مع أساسة الغدد ولا الأمور ماشى بالبركة لا هي أنصة الدكتور راحي تأيك لا ما تلعبش فيها وما تلعبش هي حميد وشبير هو ما فيش منه خاطر طيب عارفة الغدنخمية هتضايقها في الضورة هتضايقها في أي حاجة بعد كده لكن مش هتضايقها في البول يعني ما فيش علاقة لا يعني أنا فيه سكر لا طيب هي لو فيه علاقة في إحنا عندنا حاجة اسمها سكر كاذب السكر الكاذب ده يخلي الإنسان طول الوقت عطشان وطول الوقت يعمل حمام بس لازم يشرب ماء عطشان ما يقدرش يستحمل أنه يبعد عن الماء ده السكر الكاذب معايا ما دم طيب هي تعملات تحليل اللي هو بتاع الـ 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 وتلعي أنه سليم ولا ما تعملش لما تعملش طيب هي بتقدر تستحمل العطش آه طيب كذا يوم طيب أوكي احنا ممكن قدامنا حاجتين بس بتنزل كمية ببول كبيرة جامل وليها ريحة غم أكد لا غم المفروض يبقى فاتح لهو في مشكلة في الغدة بتاع المدر اللي هو الهرمون الـ الـ المفروض أن البول يبقى فاتح زي مية ما يبقاش جامل لا لا طيب أوكي هنبدأ بخطوات وإن شاء الله نكمل سوا وهقولك تعمل يعني يا لتنين السكر مفيش سكر كاذب وارد لأن فيها عندها مشكلة في الغدد وارد الـ الـ بس أعتقد أن دكاتة الغدد أشتر مننا كلنا في الموضوعات يعني إن كان موضوعات في دماغي ييجي طفرة وطبعا بفكر فيه أي حد بيجيلي بقلق في البول وما يشردق بالذات حتى لو تبقى لإرادة حتى لو حتى ومش ردد أستجيب وفكر في السكر وسكر كاذب لازم فكر في الاتنين وإلى الأمور تفرد مني ومعامل كسافة نوعية البول هتلاقى أقل من توصل لألف وخمسة أو ألف وعاشرة كل الدكات رأي فيني الكلام ده وكلهم شطار في الكلام ده يعني فكرة الكسافة نوعية بقول أتمنى برضو المعامل تهتم بها فكرة إن أنا يقول الكيمية مش كافية لا تمنى خلي الكيمية تبقى كافية خلي المريض يجيب لك كمية كافية لازم نهتم كمعامل بالكسافة نوعية وهو بيكتبها يلي أعتقد إن معظم المعامل في مصر أعتقد يعني وربنا سامحني لو كان بظلم يعني أنا أعتقد إن بتكتب بتكتبها من عندها أو بالوايم أو بشوف اللون أو بشوف التركيز لكن لكن عشان يعملها لازم الموضوع الكسافة نوعية لا جاهز أعتقد كده طبعا نسيته من آيام الكلية وآيام المعامل لكن ده مهم جدا 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 في موضوع تحديد الكلام ده ليه الأنسة العشرين سنة والبل على طول في موجود منها أي نعم في كل شارع هتلاقي واحد في كل حية هتلاقي فرض أو اتنين بس ليه نسيبه متعذبه ما الأمور في قدينا لو كان السكر خلاص ما فيش لو الموضوع الـ EDH خلاص العلاج موجود والقراس موجودة حتى لو مش النقط اللي هي غالية جدا يبقى العلاج موجودة والعلاج موجود في التأمين الصحي وموجود عادي وعلى نفقة الدولة والأمور حتى لو حسابي الأمور لكن ما تسابش يا طار طب طلع سليم الأخر يا طار الغدة تأثر على العضلة لا يعني أنا عندي حاجتين لا سكر لا سكر كاذب عندي حاجة تانية تأثر على عضلة الميا عندها لا بتقول البول غامق يبقى بول أنا أشوف العضلة ذات سهل سهل في طريات سهل سهل يكون عايزة شوية علاقة حاجات تمسك البول بس يا طار هي تعالت على دكات لو قدوا علاج ولا لأ لازم يعني نبدأ نشوف الموضوع إيه بس الموضوع لا يهمل لا يترك ولازم نساعد فيه يعني آه ألو وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حمد الله أبركتك أنا عندي احتقان في الحوض نبدأ بقى احتقان في الحوض تمام عندك كم سنة أنا عندي 46 46 في مشاكل في البول لا كلمة صديد دي ما تتقالش كده أصلا وفيه صديد يبقى هنحلج الصديد رقم واحد أو بالبداية طبعا أنا ممكن قلت للحلقة اللي فاتت إن صديد في البول لازم أدور عن انسدادات الصديد ما يجيش لوحده في البول صديد في البول يبقى موجات صوتية عملت موجات صوتية عملت أحد حد ألف حاجة في حصوات لا حدرتك يا موضوع قلت عملت وقالوا لي عندك اصطابات في المرسانة وفجرة نقول و و و اصطاب اصطاب طيب أوكي اخر السؤال اخر السؤال بقى موضوع العلاقة الزوجية في سرعة القصف في سرعة القصف اه وفي الانتصاب ضعيف مش قوي بتاخد بتاخد أدوية ولا من غير أدوية بتاخد أدوية لا بحضر تمام تمام اوكي هشرح موضوعك عني واتمنى ان انا كامل موضوعك وتتواصل معايا برضو ان شاء الله نحاول ننهيه مع بعض يعني لو جالنا مثلا سابعة تمانية عشر خمسة اتصالوا غير الناس كتير جدا بتتابع وبتتصلش لان في الناس كتير جدا ما بيحبوش اتصلوا لكن بيكلموني بعد كده عادي جدا احنا تقدمنا علشان اي حالة من دول نحاول ان احنا نوقف جنبها لان لو ما قفتش جنبها يبقى احنا البرامج زلتا ملاش لازمة لان الفكرة انك تعرف معلومة ما انت تقراها مش جاي سمى عليك محاضرة لا انا جاي حاول ان انا اخب بايدك واقولك ازاي نمشي صح قدر المستطاع طبعا دي الحالة العادية فكرة اني في صديد والسونار سليم اشك معظم الوقت الصديد بيبقى مصاحب لحاجة في المسالك لاني زي التارع انا اعتفقنا ان المسالك البولية هي صرف حض يصرف مش ممكن طول ما الصرف شغال مش هي البول مش هيحصل فيه عفونا او الميا مش تحصل فيه عفونا التارع مش تدفى عفونا فمش هيحصل الا لو فين سيدة دغت حتى لو بط حتى لو انصداد بطيء هو دايبان في الصنار لو كان فيه التجعر على كليتين او او هيحصل عنق المسانة وفيه بوائي بول في المسانة بكونوا دا نشوفه لكن العلاج بسيط مع تضبيط اللي حدث إن كان صرحة القصف أو إن كان الانتصال الو 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 اطع اوكي يبقى بالنسبة بس ايه انا انا اعتذر على اني فيه كل اتصال من دول ممكن نعب فيه الحلقة كاملة والحلقة مكفيش لان ما نشوف مثلا موضوع احتقان الحب وفي كلمة صديد لا لو عدا نتكلم ونقول إن زاليسة بقول لكم إن سهل جدا عنق المسانة مع تقرار 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 الاحتقان بيديق شوي وإيه اللي بدأت يعني شخصيا أبقى حرس عليه لما لاقي إن المشكلة مستمرة شوي أبدأ أعمل حاجة اسمها معارف مجر بول بموساعات معارف بانجي موضوعي أبو مرهم بانجي موضوعي ألاقي إنه عنق المسانة لا ديق شوي الدق ده بيخلي فيه بواقي بول المفروض إني ما حصلش بواقي بول بواقي البول ده هي المشكلة دايما لأن أي بواقي للبول هتعمل حاجتين يعني إما تعمل صديد أو تعمل حسوة البول ذاته أي إنتنا لو حتسيبنا مية بواقي مية وطر في أي وعاية ساعة اثنين يوم اثنين هترصب وهتلاقي فيه رواصب البول لو في بواقي بول احتمال يبقى حسوات سنوية موجودة في المسانة أو في أي مكان لو فوق في الحالب أو في الكلية والصديد وارد اتفقنا يبقى إذن سهل جدا يبقى عنك مسانة لأن من الاحتقان المزمن اللي هو ما تعليقش وحيانا دي بقى مشاكلها بتكوننا زمان دايما كنا نقول دخول المنظر وخروجه مجرد تشكيص وعلاج وكان بيبقى علاج لأنه وسعونه كل مسانة دلوقتي الموسعات ذاتة بقت سهلة والحالات أقل من زمان طيب وإيه اللي أقللها هي أدوية الجنس الجديدة اللي خلت اللي احتقان يقل شوية يعني والاحتقان موجود بس يزيد امتى النقطة دي مهمة جدا 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 مع الاستعمال السيء للأدوية يعني بلاقي ناس كتير جدا بتاخد علاج جنس أدوية جرعة زيادة شوية يعني واخد جرعة 100 120 ده أنا بقول يا جماعة نبدأ من 25 أنا عايز أبدأ من 12 ونص في ناس 12 ونص سلدنا فيه 12 ونص وطبع بنزودها لـ 25 27 ونص 37 ونص أرس ونص يعني من 25 أو 3% لكن بلاقي ناس بلبع أرس 100 أو 120 طبعا ده بيعمل لأنه زقي بدل ما يعالج ألب خلى الدم ضغط جامد الاحتقال زاد لو عاد دموية خلاص هتنفجر ألو 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 أيوة معاك اتفضل صالح عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سامعك سامعك اتفضل أيوة بقولك يا دكتور عندي بنتي عندها 6 سنين تمام سامعك ولما صنع النبي عندها حركة البلدية مرة أو 2 بالليل وهي نايمة لكن بالنهار مفيش لا ده النهار لا تمام بيتنام الساعة كام بيتنام الساعة 10 تمام طب أوكي تابعني لك والكل اللي تصروا بيها حلقات قبل كده والكل اللي عندهم حلات تباول إراضي من 5 سنين فيما فوق برضو هتفرق معلش أنا ضد فيه تباول إراضي بعد سنة أو سنتين مش عارف أنا حاسي أني أي أسرة وكلام ده قلته كتير أي أسرة ممكن تعمل تدريب لأي طفل من بعد سنة واتنين وإحساسي للحمام مش هيعمل تباول إراضي لكن الأدوية اللي موجودة حاليا معظمها بيبدأ من 5 سنين طب قبل كده يعني حينا بحتار يعني اللي جاي 3-4 سنين ده بيبقى في حيرة حتى لو دي الجرعات قليلة جدا وطريقة بحرص ويعني واجب الأهل كل كم يوم عشان ده ما يحمرش وشهم ومانشيف شريعهم ما يدقهم مش بكلام لكل لكن نبدأ من 5 سنين فيما فوق اللي هو العلاج الرسمي كل الأدوية الموجودة حاليا في السوق الحاجات الحديثة اللي هي بتشغل 20 ساعة يعني زي ما كنا مدد الجرعات اللي هي مرة وثنين وثلاثة لكن الحاجات كلها اللي موجودة بتشغل 20 ساعة فبتبقى جرعة واحدة حالة زي ده بالتمس ساعة عشر أنا عايق إيه اللي عايزة عمل تباول إراضي ليس مرض احنا تعرفنا بك تباول إراضي ليس مرض ده تعود ده ساعة بيولوجية ألو ألو أيوة وعليكم السلام أنا ممكن أشكرمك حدودك يا دكتور تؤمري أنا متجوزة وجوزي تعبان من البروستات تمام إيه التعباء اللي بيقولك عليه وكان الأول بيقول إن في حلقان عنده من تحت بس الوقت الحلقان رح بأفخاده بأ إيه اللي توجعه هوا عنده كم سنة عنده كم سنة عنده 34 سنة مخلفين الحمد لله مخلفين معاك أولاك آه الحمد تمام آه الحمد لله بيخش حمام كتير بيخش حمام كتير آه بس ما بيجي روب بيبقى ما بيجي روب بيبقى تعبان لكن ظهره ما فيش حاجة لأ ظهره ما فيش حاجة بس الأعداء بتتعب الأعداء فقط معصب مش مرتاح تمام يعني كل المشكلة ففخاده وعند الأعداء والكلام ده لكن ما فيش حاجة تانية في عصابه لا في إيه ولا في رجليه ولا في أي حاجة تانية لا لا هي بففخاده والأعداء من وردتاجه تحت أمري كنا عنده حلق ألع مطول ودكاتنا كتابوله لك كتير بس الوقت الحمد روح تمام تمام عناية الاثنين انتوا أمري تحت أمري كما دام كتير جدا بيجي يقول لي أنا عندي ألم في الخاصية أو ألم في الحوط وفخادي ورجلية طبعا هو فكرة مفصل للحوط ذاته وهو كمركز والعضلات اللي جاي من الحوط على الفخدين من وراء ومن قدام وطلع على الظهر وطلع على البط فهو الحوط الوسط أو السنتر اللي هو مرتبط بكل الجسم من فوق أو كل الأطراف يا طرى ده وارد إن يكون بوائي ممكن يا طرى ده موضوع شوية وهم وتوتر ممكن كتير جدا من احتقالات الحوط بتستمر وتزمن مع المتوتر ومع المواسوس شوية يعني معظم اللي بتستمر معاهم ألم مشاكل الحوط ورغم إنها أحيانا بتوقيتها شايفة في التحليل وفي الموقع الصوتية وبكشف بقيتك شايفة بسيطة معظمها مع المتوترين والمواسوسين دايما هو خواف في وهم جامج جدا إن منطقة الجنس دي المنطقة دي بتقصر على العصاب بتقصر على الرجلين وبتقصر على النظر وهم جديد وبتقصر على المفاصل وعالركب وهم كبير جدا حتى يعني عايز أقول إن في وهم إن يجي زوجي يقول أنا مش همارس جنس كتير ويجي مشكلة هو مراته عشان خايفة على صحيتي خايفة على ركبي خايفة على مفاصلي خايفة على رجلية وإدية على عصابي ليه؟ المفروض إن الجنس بيتخن المفروض إن أي كلنا عارفين كده إن الجنس بيزود المناعة إن أي جنس عموما المنطقة دي بتزود المناعة المعاملة بتخصيصك زي من الناس فاكرة ما بتضيع عشر نظر زي من الناس فاكرة كل ده و ووسوسة وتوتر هو طبعا علاجه بسيط علاجه بسيط نفس أدوية الحوض اللي أن كان هياخد مسكن ومورك عضلات سهل جدا بس الفحص أو لا ليه؟ لأنه ممكن واحد في الألف نكون إحنا بدون نزلي بكون عنده حاجة في العصار ده واحد في الألف لكن إنه هو مرتبط بالحوض وده بواء الاحتقان ومشاكل للألم اللي كان بتحصل ومجرد مسكن للألم أو اللي هو مضاد للتهابات ومع حاجة للعضلات مفيش مشكلة معنا اتصال ألوه؟ ماليكم يا دكتور عليكم السلام ورح تلوه بركاته بعدين دكتور معاليش لو سمحت أنا عندي 30 سنة 30 سنة؟ آه 30 سنة بس لما بعمل حمام مابول بعمل حمام من زل يعني النقاط كده تمام تمام يعني انت متزوج متزوج صح؟ آه آه متزوج آه طيب ومعليش في حاجتان بعدين أثناء العلاقة الزوبية جسل سرعة قصف معرفش لي علاقة الموضوع ده ولا لأ هو سرعة القصف هي السبب في نقطة الماء يعني سرعة القصف هي السبب في نقطة الماء طيب القوة لانتصاب كويسة؟ آه تمام الحمد لله من غير أدوية الحمد لله تمام كده؟ آه الحمد لله طيب أوكي هكلمك عن موضوع يا جماعة سرعة القصف هي السبب في كل مشاكل معظم مشاكل القوة سرعة القصف موجودة كتير جدا في الشرق موجودة كتير جدا في مصر موجودة كتير جدا في المسلمين وفي العرب ليه احتمال يعني لازم قل رأيي ولو حد عايز يرد عليه حادي يفهمني احتمال بسبب الختان لان الختان عرّ الجزء الأمامي يخليه حساس لان الحساسية لكل مكان حساس بالحتة دي برضو من ضمن الحاجات اللي بتسبب سرعة القصف عدم الثقة بالنفس يعني برضو كلام ما يكسفش وما يدقيقش وقلتو كتير على مدى سنين طويلة بيدوم بلا حرج ده اسم البرنامج بلا حرج عدم تعاون الزوجة شوية بيهز الزوج احنا المناخ عندنا بدأ يتغير شوية يعني احنا من 35 سنة بالزبط مكانش يمكن لا مدخلنا على 40 سنة ما كانش فيه طوبة والعرق وكلام الحاجة دي مؤثرة جدا الجو ده مؤثر جدا التوطر اللي احنا فيه مؤثر جدا العلاقة عايزة روآن عايزة مناخ مناخ نفسي ومناخ عام يعني جاي لي عريسي مبارح بيقول لي ما عليش جو حر يا بنقال لي انا خاف من مروحة طب انت ما انت جاي بتقول لنا مربوط نتكال كويس اني تفتح الموضوع جاي يقول لنا مربوط عريس وعريس المثقفين طب ما انت في الجو والعرق ده زي ده العرق زي يربطك ويربط مليون زيك فاذا التوتر ده يعمل سعو القصف علاج سعو القصف هيزبط كل حاج هيزبط نقطة المية اللي هي سعو القصف عامة الاحتقان 30 سنة عامة الاحتقان الاحتقان ده خلى العضلة ها تتفوت زي كنت بشبهها بجلدة الحنفية لما تشقق شوية تتفوت نقطة المية بس طبعا جلت نحن فيها تتغير بخمسة جنيه عضلة المية مش هتتغير طبعا نعالجها بخمسة جنيه المهمة او مجرد نزابة سعو القصف تضبيط سعو القصف بسيط بس عايز صبر زي ما قلت مش عايز ان انا رح سيد ده لأي مكان اقوله عايز جرعة لا في علاج حاليا في علاج و لما بساطة جدا قلتها من سنوات طويلة فيه أدوية اسمها مضادات الاكتئاب مليا صيدليات انت لما تخش صيدليات هتلاقي لازم نتكلم عن مكشوف و لازم نتكلم فاهمين مفيش عيب أدوي اي صيدليات فيها خمسين نوع مضاد اكتئاب ارفف مليانة لو جمعنا كل ده هتكف الشعب كله ويفيد لا يبقى دي مش أدوية اكتئاب دي أدوية سعو القصف أصلا بجرعات معينة الصب و بننظمة مع بعض و هتبقى زي الفل و نقطة ما هتتمنع وقتها ألو الخط قطع يبقى إذن يعني لازم واضحين سوعة القصف أحيانا لما عايز تعالجها ممكن ما تحش بنتيجة زي السواء ده ما قولت زي السواء ما تحش بنتيجة أسبوع اثنين ثلاثة بعد كده نتيجة تبدأ تباهم معك لأنها ممكن تديك في الأول ستاني ثلاثة خمسة عشرة تديك ثواني ثلاثة شهور زي ما العلم يبقوا لسه أنا شفت ناس شهر شهر ونوص شهرين بدؤوا مفسور والأمور كانت على فكرة ما بترجعش الورى يعني مجرد أنه واثق من نفسه بس دايما بضيف مع أدوية مضادات الاكتئاب جرعة بسيطة من السندلفيل أو أي بديل أي علة تانية جرعة بسيطة ولو حاجة سندة عشان الأدوية دي ما ترجع ليش للقوة الورى عايز القوة بيبقى زر لأنه مهمة جدا زي ما قلنا تضبيط صورة القصر مهم للزوجين وعلى فكرة مهم لكل الأسر ألو ألو أيوة 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 معاك تطضلي أيوة يا دكتور تؤمري السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته أيوة أنا معاك عندي بنت زي عندها 13 سنة ربنا يخليها تمام 13 سنة بس في تباول لا إرادي على طول طب أوكي ممكن نتفق بس قبل ما تقفلي على أساس أن أنا محدش يخدش اتصل تاني لأن في حد اتصل من شوية 6-8 قلنا من فوق الخمس سنين تعليمات يا حجة إيه اللي بيحصل بتنام عشرة بتنام حداشرة قبل ما تنام من 3-4-5 ساعات 3-4 ساعات يعني جالي مبارع عروسة عندها مثلا 25 سنة أقول لها صومي 5-6 ساعات قبل النوم ليه هتستحمل الأطفال ممكن ساعتين 3 قبل النوم من غير أكل وشرب بس نسق مية خلي بالكوا بقى يعني ما فيش أكل وشرب بس نسق مية يبقوا المريطين مرة بعد أول ما يصوم ومرة قبل ما ينام ومن برضه المرة الجميع من المعلومة كويسة قبل ما ينام لما يخش يعمل حمام الطف يصبر شوية على نفسه لأن أول ما بيخش بيفوأ المسانة بيرمي التلت وبيفيد التلتين جوه لو نام بعد ساعة هيعمل تلتين لا يصبر دقيقتين تلات هيفضل المسانة بالكامل معايا حاجة الأدوية قبل ما اتنام دي 13 سنة 13 سنة أنا وديتها وديتها للدكتور قال لي عايز حقني في المسانة يا خبر ربيض يا خبر ربيض طب أوكي قال لي عايز حقني في المسانة العلاج اللي هقولك عليه بس إن شاء الله قبل ما تنام بتلات ساعات أو أربعة ساعات ما فيش أكله شرب تشرب مياه بس وتبقى المريطين وفي أدوية همليها لك لما تاخد التليفون هتمنع من أول يوم إن شاء الله تحت أمرك يا حاج تحت أمرك أنا مش هتكلم مش هتكلم أقول يعني إيه يعني إيه طبعا إحنا متكلم على حانما سنة 60 70 80 واحدة ولد كثير وفي مشكلة في العضلة آه في بودلة حاجات شريب بتتعامل بودلة بتتعامل دلوقتي بتتعامل المنزار كلام دا كله آه في مشكلة في العضلة الأنسة اللي هي البول سايب دي لو ملعناس السبب خالص ممكن نشوف موضوع العضلة لأنه لازم تعيش تعيدها لازم تمسك البول تمسك نفسها لازم نقف جنبها الأنسة اللي كلمة عليها اللي عندها 10 سنة اللي بتروح الجامعة وخايفة تشرب عشان كل شاب تخش حمام لا نشوف السبب إيه وفي الآخر ما لقناس السبب ممكن نصرف العضلة لكن تباول لإراضي دا مش مرض دا تعود التعود علاجه تعليمات تعليمات إيه مفيش أكل وشرب قبل منام فترة عشان زي الصيام بتقوم السرح مفيش بول المسانة بتتعود تفضي هي عرفة دقيقة احنا مش عارفينها كان فيه زمان نعمل كامبنج ويصحوا الأطفال كل ساعتين وجرز يتحط على الملابس داخلية أول ما يحصل البلل ليه الرؤيب دا كله الأمور أبسط من كده قبل ما نمسع 3-4 ساعات ما فيش أكله وشرب مية بس لو عتش وعموة اللي ما بيكلش ما بيعطش بس لو شرب عشان ما يحسش بالحرمان يبقى المريطين هياخد علاج بسيط جدا حاجات اللي هي بتمسك العضلة حاجات دوية 24 ساعة بتشتغل 24 ساعة قبل أنهم بناخدها المغرب مثلا أو بقى العشاء النتائج طحفة اللي بيفلت منها ليل لكن النتائج كويسة نبدأ نقلل الجرعات ونمنع الدواء ومش على التعليمات وبقى كان نضيق التعليمات لحد ما يبدأ زي الفل فيه أنا شفت أطفال أنا ببقى فرحان بيهم جدا مهما كان سنهم أسبوع 2-3 منعوا كبار بيستجوا بسرعة بأمانة لأن الكبار بنفسه التعليمات كويسة لأن الموضوع مش مرض لأن لو مرض مش هاجي بليل هو نايم احنا قلنا اللي بيجي بالليل هو نايم يديقه البرستاتة مع الكبار السن بس بالنهار بس الحصوى في المسانة مع الحركة ليل ونهار يبقى صديد التهاب يبقى مسكة 24 مش تعيفوك التهاب 24 ساعة ليل ونهار بالنهار بس حصوى بتلقف المسانة بالليل بس برستاتة في الكبار لكن بالليل وانا نايم يغرقني وانا صغير ده تعود وبيجي واحد نومه تقيل وبيبقى في الآخر من نوع المكابر شوه عينة دي ومش فرق معاه وممكن بيكبر دماغه لكن المصحصح صعب بتحصل معاه أزبطوا تعليمات مع أدوية بسيطة بس الفل الأمور مش كبيرة قوي ولا محتاجها طب نفسي ولا محتاجها أدوية كتير ولا 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 الأمور بسيطة إن شاء الله أستاذ محمد ألوها ألوها أزبطوا اتفاضل أستاذ محمد ألوها 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 معاك اتفاضل الصوت 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 عندك كم سنة عندك كم سنة 48 48 فيه سكر سكر ألوها أنا الصوت فيه سكر أو ضغط مش عايز حد يبلغنا بيكنترول لا عنده ضغط ضغط بس بتاخد له ايه الضغط معاليش بتاخد له عنده ضعبان بتاخد إيه الضغط أدوية إيه الكبس طب بس عال طب أوك أنا أقفل عادي وتابعني وممكن بتاخد تليفوني وهقول لك هنعمل لي مع بعض هقول لك الموضوع حاضر احنا قلنا من حلقتين اي مشاكل في العلاقة الزوجية لازم نقف جنبها ويا ريت أنا بنادي لازم لي ما هشتاك كده ما فيش إهمال لأي مشاكل في العلاقة الزوجية ما حدش يهمل الكلام ده وإحنا لازم نقف جنبك ليه احنا بننقض أسرة زوج زوجة أطفال مجتمع بالكامل علاقة زوجية سوية يعني مجتمع سوي انسوا بلا تحارج وبيلا بلا ممكن نتكلم فيه طل الصبح مش هكافة حتى للصبح هنقف جنبك الأمور بصفتة جدا محتاجة زي البطارية بزقة في الأول كلام عام ما فيش راجل ضعيف انسوا الضعف عند رجالة اللي هو الأورجانيك أو الطبيعي ليل جدا هنقولها بمنتهى الصراع ربنا مش ظالم حاشا لله ما فيش راجل ضعيف ده ويعني الجنس ده أساسي المجتمع أساسي الحياة مش هيخلاقك ضعيف عشان تعمر وتعيش وتعمل وتبقى سعيد ويعني ما تبصش ما أنا بأمورك ما تبصش ما بأمورك ما تتخطاش ما تتعداش حدودك عند جرانك ولا ولا الكلام ده يفقى إذن أنا رب الإله أنا مخليك سليم أصلا لكن المناخ هنبقى سعيد أدوة الضغط هبص عليها لأنه من الحاجات المهمة جدا انه انه هتفرق معاك ما فيه سكر بأخلاص مش هقدر أغير الزوجات أنا مش هقدر أغير الزوجات ومش هقدر أغير طبع الزوجات للشارعية عموما لكن نقدر نقف جنبك يا ترى هو وعيب أني عشان بيتي أستقر زي ما بأخد قرص ضغط أنه ناخد قلت الكلام ده أنه ناخد جرعة أو اتنين في الأسبوع أو ثلاث مرات أو حتى لو همارس كل يوم أخو جرعة بسيطة للي توقف جنبي في العاجة الزوجية لا مش عيف وصل الأمر أنه بيجو من بره مصر وفي ناس الوقت بيعملوها أنه أكد لا أعمل لدعامة وخلاص وريحني وكبر دماغي من موضوع الأدوية وخلاص بقى أنا سايب إداي على طول ولا فرق يركب دعامة اللي هي المعقولة المسعر المعقول دي اللي هي رجد وثبتة وخلاص وانتهى الموضوع تدتني خفيف كلام بسيط فهي الفكرة ألو وعليكم السلام أسمو محمد معيديك يا دكتور والله أنا عدي 43 سنة تمام نعم شعر دكتور أنت عندك تصرف في الوريد وانت محتاج تعمليه دعامة عندك سكر عندك سكر لا سكر ترقوم لا الحمد لله لا سكر عشوائي لا يا جماعة أنا من العواجيز مش المعواجيز أبقول لعنفس عجوز أنا ما عاجبكم أنا بقول لعنفس عجوز اللي تعلمت والطب الزمان تعليمنا سكر عشوائي أنا معرفش أنتوا حرين في ترقوم سكر عشوائي عندك سكر ما فيش سكر بتاخد عليك ضغط بتاخد عليك ضغط لا 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 تمام كده يبقى بمنتهى الأمانة وخدها قعدة أنت عملت إشاعة صح؟ أه بسي شوائي فيش الدم ما دكت الحضرة أسمعني عملت إشاعة على العضو الزاكري صح؟ تمام الدك حقنة في العضو صح؟ كان واقف كان واحد وانت بتاخد الحقنة؟ نعم كان كان في القوضة وانت بتاخد الحقنة كم واحد؟ كان شخصيا كان في الحقنة كان فيه ستات ولا كان اللي بدوك الحقنة رجالة بس؟ دكتور رابي حضرتك طب أوكي التصريب الوريدي بيحصل مع أي توطر أي توطر في العالم لأي راجل هيحترون تصريب وريدي ممكن يحترون تصريب وريدي الخوف والرعب من الحقن يعملون تصريب وريدي اللي قلوه دم مهرب بالبلدين لو أنا يا جماعة بدون حقنة لأنه انتو شايفين الإعلانات بتاعة التطعيم بيجرؤ ناس خايفة من الشكة تخيرينها يشكوا في العضو العضو اللي هو يعني اللي يهان والبي الدارة والعورة واللي احنا بنا حاول مش عايز حد يبصله طبعا معايا ففكرة لماذا يا دكتور بعضيز حالك لماذا يا دكتور أيوة معاياك سمع سمعك هل العدد هل العدد السري يعني أنا كنت في شاب كنت مارسة عدد السري ولا لها دور ولا لها دور اعتبر العدد السري كأنها العدد السري هي ممارس الجنس خلاص تفقنا ما لهاش أي دور في العلم تعمل احتقام مؤقت احتقام مؤقت لكن اعتبرنا سيكونت متجاوز زي ما الناس بتجاوز 16 17 سنة اعتبرنا سيكونت متجاوز تابعنا حاضر تابعنا حاضر هو قلو كل حاجة أصنعهم تابعنا الاتنين هو داخل علي الأسلام الحامد أنا أنا بفكر ازاي ما بطلوبش إشاعة لأنه مش عايز أسحب العيان لدعامها الأول مهما كان العيان أزبط له الظروف وشيل التواطر اللي عنده وخليه يسق في نفسه نجيله يمين زردومنا يمين شمال بأيوت الجنس بجرعات معينة من غير ما تعمله مشاكل يعني مهمة جدا أن جرعات الأدوية بتاع الجنس كلها موجودة قدامي في أدوية من 5 ل 20 في أدوية من 25 ل 100 في أدوية من 50 اللي هي أحدث عاجل أفانافيل من 50 ل 200 وهكذا بابدأ من جرعات متوسطة بسيطة حسب الحالة لكن ما بدأش من جرعات عالية عشان فيها مشكلتين المشكلة إن أنا خايف لو جالوا لو جالوا بقى تعب ودوقت قلبه ورجع وعمل هيكره يا ما حصل مش عاكل وحاجة تانية إن أنا بعتبره لو عيد دموية زي الشراب إن أنا ملبسهاش رجل كبيرة في الأول أبهوى العودة مويلة أبدأ بجرعة وليلة وهوصل للمستوى إن أظبط له الحالة زي سرعة العربية السابتة من 25 37 ونص 3% زي ما انتفقنا أقصى 50 يوم ما تعمل قوي وعايز 67 ونص ده مثلا ويجيب ممكن جسمه مش قبل سنة لفين نبدأ نخش على العلية التانية بطريقة معينة بس في الغالب لو خاد الجرعة بطريقة الصح وبأسلوب وهو فاهم وأسلوب صح وضيعنا التواطر وقدلنا زبط الأمور الأمور هتتحسن معا فشلنا من غير أشعة إلجأ لدعان ده من غير أشعة أنا موجة نظري حياة هتتهد حياة هتتهد أقف قدام الملايا زي ما أقول وقلنا أنك بطل وجات جات أدحك على النفس وأخد أي أدوية حتى لو مية وجات جات تيجي بأي طريقة أروح لحد يعمل لحجاب جات جات أهم حاجة نتيجة معايا تيجي بالأدوية بأسلوب ما يأذنيش جميل جدا كل ده بالعقل ماشي 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 فشلت ألجأ للدعم وأنا مش عايز أشعار 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 أنا بدخل لك في ضايلمة ضايلمة كلمة تطريب وريدي يعني هروب دم هروب دم ده ممكن يجي لواحد وكلام ده مش كلام بكلام موزفة علمية أي توطر هيعمل تطريب وريدي أي ألأ يعمل تطريب وريدي وعشان كده لازم في أزواج كتير جدا مع أدوية الجنس البسيطة يروح متزود حاجة تشير التوتر وكرعة بسيطة كده ألاقي الأمور ممكن تتحسن معنا لكن ما ينفعش ما ينفعش أن أنا من البداية أدخلك على المطحنة لأن مش كل الناس في المجتمع أولا مش كل الناس يبقى معها فلوسه الدعمة رغم أنها بسيطة أنا قلت كتير أنا بتمن موبايل في إيدناس أنا بتمن فزحة بتمن عمرة اللي هي أهم الدعمة اللي لو محتاجها ألو 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 السلام عليكم أفضالي وعليكم السلام دكتور أعيز أسأل سؤال بس تحت أمرك بنتي عندها ست سنين وبتعمل تباولة رضع نفسها طمام ست سنين صح كده بدخلها الحمام كذا مرة بس برضو بتعمل مرة واثنين لأ ما اتفقنا إني لو بتنام الساعة كام كنت نام اثنان كويس أو يبقى دي الساعة العيشة تدن نمنع عنها أكل وشرب وقامل علاج بس نمنع عن إسماء دكتور نعم دكتور عايز أسأل حضرتك سؤال تاني لأ ما احنا خلينا لسه نتكلم على ده الأول أنا وإنت نعم يبقى العيشة تدن نبدأ نمنع عنها أكل وشرب وبحوافز أنا عارف السنة ده بيعاند فأنتي بالنهار تفرحيها وما غير ما تضايقيها تسمع كلامك بالليل بالنهار تزود لها مصروف تزود لها حاجة حلوة في سبيل أنها تبقى فرحانة أنها تسمع كلامك بالليل العيشة تدن نمنع الأكل وشرب بس نسقيها مية لو عدشة ونبدأ ناخد جرعة العلاج اللي يبقى أهملها لك لما تكلميني في تليفون وتبقى المريطين مرة العيشة ومرة قبل ما تنام فقط وما حدش صحاها بالليل هقولها المرة المليون عكس ما كان بيتقلب لكده لو أنت عودت الواحد ينتصحي أنت بالليل هيبقى ديبندبول عليك هيبقى معتمد عليك يبقى معنا ما عملتش حاجة لا أنا عايزين الأمور ترجع لطبيعاتها السؤالك الثاني السؤالك الثاني يا مدام دكتور هل تهب البرستاتة بيأثر على الخلفه؟ لا 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 وممكن نقفل حالة على كده لحد مكرا أقول لا اتفقنا حاضر طب أنا بيزي عنده والتهاب وساعات كان بينزل دم كده مع البول دي معظم اللي بيخلفه عندهم الكلام ده يعني أنا عاوز أكتر واحد هتلاقي عنده عشرين عيل عنده الأعراض دي لكن دي ما لاجدخلي بديه خالص لو فيها حاجة تخص الخلفة إحنا ممكن قدامنا حاجتين إن شاء الله لو فيها حاجة تخص البول والدم والكلام ده والمشاكل عندك أنا عليك بإذن الله لو حاجة تخص الخلفة تابعون أنتوا الاثنين لما يجليك الضورة وانتابع الموضوع لتأكل واحده على جنب إن شاء الله عنها لتنين تؤمري يا مدام شايفين لما أنا من 3-4 حلقات أعطي حطة العنوان البروستاتا والظلم عليها وتأثيرها على الإنجاب والعلاقة الزوجية البروستاتا البريئة طبعا فيه التهمة كتيرة جدا تقولك إن البروستاتا لو ملتهبة تأسر حيات المنوانات تأسر حيات المنوانات نفسي أفهم هتسخنها شوية يعني هتسخنها مرة اتنين طب ما فيه جميع مرة 2-3 براعة في الأسبوع وما فيش مرة في النص كانت البروستات تبريئة حتى لو كان وقت أرس أي أرس مسكن وما كانت شفاها سخونة أو تحتقان وعين البروستات أي مكان ملتهب بجد إحنا عندنا احتقان والتهب الاحتقان دم زيادة إحنا بنكره الدم الزيادة في المكان بتاع المنوان عموما إن كان الخطشتين وكلام من الخطشة في الإنتاج تكره الدم لكن البروستات الديدان زيادة الدم راح تتخزينت في المنطقة بتاع اللي حوالين الاتصال الاريا اللي فالبروستات وتخزينت هناك في الحوصلة هناك إيه اللي هيحصل هيعيش قد إيه دا ممكن ما يلحقش إن يقعد كم ساعة وينزل على الجماعة جاري فكل دا مش هيلحق إن يؤثر عليه يا ترى فيه صديد عالي يؤثر على الحالات المنوية ممكن بس العدد بقى كويس وده الحركة طب ما لو فيه صديد أصلا في المنطقة دي هيخلي حارتك ربيعين وربيعين مش هيسيبك وكلام دا لهم أنا بشوفناه الحالة دي من الحالات اللي كانوا دايما يقولك إيه وعطف حاصه لأنه دا ممكن يجيلوا أتاك فيها يعني ممكن يجيلوا بنيك أتاك ممكن يغم عليه من الألم ومن السخونة وبيجي أنا فاكر شفت حالة واثنين عندهم صديد في البروستاتة بجد والتاب بجد التاب صديد لفنهم في بطاطين وحاجستهم في مستشفى كلام بيتش أشوفه دلوقتي يعني تقريبا يعني أعتقد كل الأجالي جدا في المسالك ما شفتش كتير قوي فكرة التاب صديد في البروستاتة الحقيقة مش الفكرة اللي يطلق يظهر في التحليل دا ممكن يكون جاي من الشريحة جاي من الوعاء اللي بيتعمل في التحليل وكلام دا كل معنا اتصال أستاذ أحمد ألو حضرتك أنا ليا ابن عنده 12 سنة تمام بقى له سنتين بي نزل الدم بس ما بزرش إلا في التحليل طيب عمل الموجات صوتية لا أولا حضرتك أنا عملت له صنارة على البطن وعملت له تحليل وآخرا عملت له رمين مغناطيسي بس دسا نجدنيش الأشعة يعني لا الصنارة الصنارة قال إيه الصنارة قال حضرتك ما فيش أي حاجة وأنا احترط بصراحة لا ما تحترش ما تحترش الكلام ده بنشوفه كتير لأن كلام اللي أنا بتكلم فيه هو يعني يا أستاذ أحمد الاحتقان هو دم زيادة في أي مكان يعني أنت عارف لما يقول له يعنيك حمرة رجلت أنا ممكن أجيب مكان الدموع دم مش بيقوله كده معاي أستاذ أحمد اسمعني اسمعني عشان الناس تستفد مننا وانت مش ممكن الواحد يقوله ده ممكن يجيب بدل الدموع دم لو يعنيح مرت مش ممكن الأنف بتنزل فيها من كتر الاحتقان دم كذلك البول الاحتقان ممكن أدام أنا اتطمنت بالموغات الصوتية الدم ده لو أنا شلت الاحتقان أحاول مرحلة أول الدم ما يختفي حضرتك الدكتورة قالتني أنه هو عند زلال في البول زلال البول يعني المفروض لا بيجي في السيدات بس يبقى زلال خارجي يعني معلومة عامة الزلال في البول يجي للسيدات للأنثة ويبقى خارجي من المخاطر الخارجي من تأثير الكرفة بتاع البول الخارجية المخاطر الخارجي الزلال داخلي يجي مع البول الكلية ما بتفوتوش إلا لو ملتهبة طب ده لو التحليل سليم وكلية ملتهبة الزلال الدم هيقل يبقى إذن وهتلاقي وشه نفنف وبدأ يتورم والكلام ده كل وضغطه ممكن يعلى وشه نفنف لا الحمد لله بالظبط بنعمل الزلال الدم ما أنا أقول لك لازم الصورة تتشاف على بعضها بدون من خاف لازم يتشاف الزلال الدم أنا شفت الزلال في البول أعيده في مكان تاني لا ينسأل جدا أن الأولان يكون خاطبا عنه الشريحة كان فاسلا الكتس اللي موجودة بيحلل بها من حقها تقلط ده وارد لأن ده وارد 15% بكل معامل للعالم أعيد التحليل طلع فيه زلال بالنسبة قلقني أكتر من زائد واحد وكلام ده ممكن يجمعوا بول 24 ساعة ما هو وارد أن أنا أشوف كم جرام في اليوم بينزل طب تلع مقالقني أعمل زلال الدم وهكذا لكن الأمول مرميش رصاصة أو مرميش تهمة واسيبها حتة نار واسيبها لا لازم ده شغلتك كحكيم ألملك الأمور مش أوسعها اتفقنا دكتور جلات بعد ذلك حضرتك يا دكتور أنا عايز أعرض بس النسبة تحفي الدم اللي عمالت جدية وفيه شباب وفيه ناس كبار في السن أن بيبقى الاحتقام بس أدم الصنار المجال الصوتية والصنار قاله سليم والمتابعة ما فيش مشكلة وانت بتقول لك عام الرانين الرانين كمان هيقول لك هيطمنك طلع سليم نام وانت متطمن الموضوع أكلمني هنبدأ علاج احتقام هنمشي عليه أسبوع واثنين ونعيد التحليل مع بعض ان شاء الله بس الأوعية الدموية المتلككة دي زي ما بيحصل عن داقات الأسنان الأنف والأوزن كل الناس أول ما بيشوفوا الدم زيادة وفيه احتقام بيجيب دم يروح مديك يا أول الأوعية الدموية ضعيفة كلنا عارف يروح مديك أدوية أول الأوعية الدموية يبقى احنا مع العلاج اللي نديه بنيدي حاجات تأول الأوعية الدموية عشان ما تجيبش الدم ده وما تبقاش سهلة ما بيحصل في الأسنان ما بيحصلش رعب ليه أنت لو لو حللت ريئك هتلاقي فيه كرة دم لو سنانك ملتهبة الأنف فيه كرة دم لو فيه برد والعين وهكذا يبقى الأمور أن أنا ما تخضش وكلام ده مهم جدا أن أنا كطبيب ما تخضش لو تخضيت بوقعك معايا لازم ما تخضش وأقدر أخب بإيدك ونبدأ خطوات بالراحة إن شاء الله تحت أمرك لو فيه حاجة تابع معايا ما فيش مشكلة وإن شاء الله هتبقى خير وأدم الصنار قال احتقام بنسبة كبيرة ولو ورنين طمنك اطمن ولو فيه أي حاجة تابعين إن شاء الله تحت أمرك طيب فيه حاجات يمكن معلش أحيانا فيه حاجة بتاخدني من كلام لكن لو عايز أرجع لنوقع بسيطة جدا تفاكرين التابع والقراضي قلنا إنه تعود مش مرض ولازم كلنا نعترف بكده ولازم كلنا نبصل بكده ولازم نبدأ نسلم بكده ولازم نبدأ ممكن ممكن يا ترى ما نروحش لأطباء ممكن في التابع والقراضي ما نروحش لأطباء ممكن نبدأ كأوسا نعمل تجربة إن احنا نمشي تعليمات فقط ممكن من غير أدوية ممكن فكرة أنا أنا أصومه أربع ساعات مثلا بمية بس يشرب مية بس ويببؤوا المريطين ومحاجة صاحب الليل مهمة أو محاجة صاحب الليل ويببؤوا المريطين وآخر مرة يزبر عن نفسه يببؤوا الكويس طفل أو البنت أو الولد ونشوف إلا هيحصل وارد لو ضيفنا أدوية دورها بسيط بس ناخدها مثلا بدري بالليل عشان تلحق تشتغل معاه لأنه لو خدها مثلا قبل النوم على طول ممكن ما تلحقش تعمل مفعول يكون هو من النوع اللي بيبؤوا الأول ما ينام خلي بالكم النقطة دي يبقى أنا بخدها بدري ما بتشغل بعشرين ساعة تشتغل معايا تضرب لي الليلة كلها يبقى في نفس الوقت لو هو بيباول قبل أول ما بينام الأدوية شغالة لو في النص الأدوية شغالة أو في الآخر الأدوية شغالة خلي بالكم الفكرة دي أشكال الأدوية الحديثة كلها نفعتنا في كده أنا بتشغل بعشرين ساعة بخدها المغرب أو العيشة بخدها بدري سهل جدا إن أنا مشي مغير الأدوية آه سهل جدا أخذ معاها الأدوية آه أدوية الواحدة مغير تعليمات صعبة شوي لأن لو جابت نتيجة يبقى لازم أستمر أنا فترة طويلة على الأدوية وببقى خايفة أرجع على الأدوية لو بطلنا الأدوية في أي وقت ممكن يضعف تاني ممكن يقع مني طب ألا إرادي ياريت نهتمبه شوي ياريت موضوع بسيط أنا بعتبر فكرة سرعة القص في أي أسرة نهتمبها يا أي زوج اهتمبها شوي ما فيش حرج ما فيش كسوف لعلاج تبول إراضي يا جماعة لعلاج تنقيط البول لعلاج عند البنات له ما تهملوش بفطريات مرهم فطريات بس مرهم فطريات داخلي وكلمة داخلي دي مهمة جدا أنتوا خايفين نفسي أنا أقولك هتولي أنسة على مستوى العالم من بداية الخلق لحد دلوقتي تعورت هيا بتدهم مرهم أو بتعمل الأبد إزاي يا جماعة يعني الأمهات بيخافوا لا إيه دي هنا مرهم لحد فتحة البول لحد وصل غشاء البكرة جوا المنطقة دي كلها الفطريات مرهم الفطريات هيرياحك هيفرق معاك كتير في نقطة الميا في الإفرازات في الراحة في النظافة حلوة أوي عند كل البنات من يومها تتولد إلى الأبد الشاب لاحتقان الجنسي يعني معك كبت الجنسي قبل الجواز مهمة أوي بعد الجواز أي خلل هيعمل برضو مشاكل في البول وفي الحوض نظبط الأمور مع العلاج مع كبرى السن ما فيش مشكلة إن البول بيبقى فيه عنده استعداد البول عنده متلكك لاقيه شواء برد لاقيه شواء تحتقان لاقيه شواء أدوية مثلا زي إيه خد مدير البول مفاجئ ليه احتبس بالبول لا يا جماعة يعني لو كان أنا مجبرة تديره مدير البول فاجئ أقعده قدامي لكن ما سميش راح البيت والزن وكلام ده كله السيدات الفطريات مرحلة كبيرة موضوع الولادة احتمال موضوع الخاسريات اللي وصلت داخلت على 100% قللت شوية فكرة الحز والسقوط المهبالي والرحمي وكلام ده كله لكن ما زال المشاكل الموجودة احتمال أكثرها من الفطريات أكثرها من الفطريات وأكثرها من الاحتقاط وأكثرها من مشاكل العقزة وجه وفي نقطة مهمة الناس فكرة أنه ضافة مية لأنه ضافة مية وتنشيف مية وتنشيف المية لأن وجود المية والبلل في المنطقة دي بيعمل فطريات وبيعمل ضعف في العضلة بعد دور ما تنقطع نقص الاستروجين مهم قوي أن العالم كله بياخد استروجين أحيانا وفي ناس لسه مستمرة وناس بيحاربوا النقطة دي بيرجع رونك الست بيرجع لها حيويتها ومن ضمنها حيويت عضلة البول تبدأ تنسك عشان كده أحيانا بضيفه وأحيانا ما ببدأش بيه بخليه في الآخر لو بقيت الأدوية وقفت معايا لكن من حق الست والراجل اللي هما كبروا يمسكوا البول لأنه بيدخولوا عليه في العيادة لا مبلولين طب ما فقدنا نقلل الفرصة دي ونبدأ نقلها تدريجي يا ترى نوصل إيه نوصل لمرحلة أن العضلة تعملها شريط يتعملها حقن بدل ما تعمل البنت الصغيرة الثلاثتاشر ولا العيشين يتعمل ممكن لو ازنقنا كل شيء واري زي ما قلنا الدعامة واردة في الجن خليها في الآخر بس ما بدأش بيه خلي بالكم ألم الحض موضوع مش هيخلص لأنه موضوع ما هيبدأ معانا مشاكل واهم البروستاتا هيستمر معانا موضوع مشاكل البول هيستمر معانا مشاكل الجنس هتستمر معانا لحد ما نقدر خطوة خطوة نزبط الأمور أنا شاكل لكم جدا شاكل اللي تابعوا معايا في الكنترول أحيانا بعد ما بغير فترة باجي تواصلكم معايا واتصالاتكم والمواضيع الجميلة بتنعيشني تاني مش عارف قالوكم إيه غير أن أنا ألقاكم على خير فأقرى فرصة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم